السلام عليكم ازاكوا حلوين يا رب كنت الجميع بخير الفيديو النهاردة يكون ريفيو عن مشاية البابي وكنت اقليل لكم في فيديو عبا كده ان انا كنت رفضة جيبها وكنت مترددة خلص ان انا جيبها بسبب اني سمعت حاجات كتير جدا عن الحوادث اللي بتحصل بسببها بصراحة كان في كزا دكتورة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك ايليم ومحظرين منها ان هي لو مش هتبقي وغضبالك من البيبي هو قاعد فيها ما تجيبهاش لانه كان في كزا بيبي يعني دخل وورا ممتو المطبخ وشد حاجات سخنة وتحرق ومش عارف ايه واللي اتخبط في الازاز اتعور واللي وقع ازاز كسر وتعور فبصراحة كنت خايفة جدا جدا ليه بعد ان انا كنت اغلب الوقت كنت شغالة الفتر اللي فاتت دي وزوجي كان شغال فما كانش موجود معايا في البيت فكنت بخايفة يعني اللي احسن اسهى عليها في اي حاجة او في اي لحظة تحصل كرسة من الكوارس بس بصراحة هو اللي شجعني ان انا اجيبها لانه انتعارفين بقى الحجر الصحي وكده وكلنا قاعدين في البيت او الحجز المنزلي الحجر المنزلي ايا كان بقى ربنا يا رب يعديها على خير يا رب وهقولي ندخل علينا كده رمضان باشо ان شاء الله على خير ونكون كل الناس متعافة ولمساجد اتفتحتاني ربنا يا رب يتقبل من كل الناس اللي بتدعي معنديش حاجة تانية اقولها غير كده فاشجعني قال انا كده كده خلاص قاعد بقى في البيت فأنتي نجيبها وانا لو انت في الماضح ولا حاجة انا هخليها قدامي وهبقى اختمني منها واعيني عليها مش هسيبها فدي اكتر حاجة خلتني اقتنعت وجبتها المهم هو ده شكلها انا جايبها منين عشان بس تبقوا عارفين انا جايباها من محل على شارع فصل الرئيسي عارفين هقولكم فين بالزبط بن العطيفي قبله بشارعين بالزبط هتلاقوا محل العب اطفال هتلاقوا عارضها حتى برا النوع ده وعنده كذا نوع كان عنده نوع زي ما هي كده بس تبتقلي بكرسي هزاز ما عجبنيش بصراحة لانه انا كده كده عندي البونسر بتاعها بيتهزوا والدنيا زي الفلة فما كنتش محتاجة انا محتاجة مشاية فقط لغير فيه احجام اعلى من كده شوية بس انا هبصوا ده الارتفاع اللي عجبني اولا هي بتتقفل خالص وهتشوفوا دلوقتي الفيديوهات بتاعتها بتتقفل خالص وفيها مستوى لحد هنا كده يعني لو البيبي قصير ولا حاجة دي بتنزل هوريها لكم دلوقتي لحد مثلا النص كده ده كده شكلها وهي مقفولة خالص على بعضها زي ما كان الجالب المحل بالزبط وده المستوى الاول بتاعها لو البيبي قصير اول حاجة تقدري تحطيها في المستوى ده اما لو البيبي مثلا طويل شوية فهو ده اخر ارتفاع فيها هي ارتفاعين وفي نفس الوقت بتتقفل خالص وبتتفتحتها شكلها كده على شكل بطوت دول دي البطة ودول الجناحين بتوعها فيها الحاجات دي ده يعني شوية العاب ودي بتاع لو البيبي هيمسك فيها شوية الحاجات كده منفطة للنظر يعني لا اكتر ولا اقل المقعد بتاعها مريح جدا جدا اولا انبصوا هو سفنج بيتغسل بيتفكوا بيتغسل عادي جدا 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 دي دان هو هنا هو دي مشابك بيتشال كده وبيتغسل عادي الكرسي بتاعها يعني زي ما بيقولوا الحاجر بتاعه كده مش رفاية ومو يعمل البيبي دي صرخات او حاجة خالص زي ما شايفين عريض وحلو زي الفل وزي ما قلت لكم الجزء ده كله كده بيتشال ويتغسل مفيش اي مشكلة فيه كمال فيها شوية ميزك وشوية حركات بقى وكده وقالوا انا مش عارفة ده صوت مثلا ده صوت مثلا ده صوت مثلا تصوت البطة ما انها على شكل البطة وده صوت تاني للبطة ودي شوية العاب وحاجات كده فيها كان في حاجات تانية بس انا بصراحة ما اعجبنيش للشكل البطة ده اعجبني جدا جدا خصوصا ان اللوحيك ده اللي لقيت له انها بينك هناك فقررت ان احنا تجيبها كم سعرها كم كان سعرها تلتمية وخمسين جنيه عايز اقول لكم بقى على حاجة مهمة جدا انا مبسوطة بيها ليه لانه لوكا ما كانتش بتحبي وما كانش عندها اي بوادرة تقول ان هي ممكن تحبي خالص يعني بس الفكرة في ان هي ساعدتها كتير جدا جدا دلوقتي تقدر تقف مسكة نفسها شوية بقيت بتاخد بيها خطوات وبدلوقوش دلوقتي مش عارفة لمها من الشقة يعني دلوقتي مفيش حاجة محطوطة اسمكنها كله متخبي جوها الاندراج مرة شدت المفرش بتاع التسريحة كان عليها اللابتوب وقع بطارية بتاعتي فيه حتة منها تقسرت والمرة التانية مش عارفة كانت ايه يا ربي او بوكس الألعاب بتاعها شدت المفرش نزلته على الارض وبقت تاخد كل لعبة في حتة شكل مولوقوش يعني ربنا يا دي يا ربي يحافظ عليه المهم ده اسمها ايه تقريبا المكتوب عليها العربية تقريبا او حاجة زي كده بس عموما هي ملهاج مركات معينة دا اللي عرفته انتي نزلي اللي انت عايزة بس نصيحة الواجه اللي ما تجبيش اللي فيها معدم يعني انتو شايفين كلها بلاستيك وده المكان اللي هو الجزء الابيض الطويل ده ده اللي بتعمل منه للمستويات ثلاث مستويات بتوعها سواء الافلة او المستوي الاوراني او التاني كلها بلاستيك كلها بلاستيك في بعضها خلاص كمان فيه مشايات بيبقى العجل بتاعها قدام وورا بس لا انتي اختاري كمان المشيات اللي فيها عجل من الجنب عشان مشيت للجنب مشيت يمنيشيت شمال متتقلبش بيها كمان هي فيها حاجة مهمة جدا لو انتي بقى لوحدك في الشقة ااا وخايفة مثلا انها تتحرك لا متقدر تأيديها في مكان معين ده زي خطاف كده بصوه مفتوح من هنا عايزة اورهولكم بس زي ماشبك كده او خطاف اااا لو عندك فيه حاجات كده بتتباع هاشوف لكم الخطاف اللي عند فين بيتشبك هنا كده وتربطي في رجل اي كرسي او اي حاجة لو انتي عايزة تأيدي حركتها يعني مثلا انت تبقى تحرك يمين وشمال بس ما تتحركش بيدي عن المكان اللي هي فيه هحاول اشوفو لكم فين لان انا بدور عليه بدن مبارح هي خفية في حتة انا مش عارفها خلاص ده كان الريبيو بتاع المشاية حلوة جدا 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 وسعرها حلو بالنسبة لحاجات تانية كتير سعرها عام 350 جنيه المحلية بتاعها موجودة على فصل الرئيسي بعد بون العطيفي بتالت شوارع بالزبط من ناحية اول فصل ممتاز جدا وريحتني جدا جدا وكمان حسنت لي الخطوات بتاعتها بقت بتاخد خطوات ودلوقتي بتجري ما شاء الله بيها في الشقة بس اهم حاجة النصيحة لواجه الله عينكم تبقى عليها طول ما هي الريبي في المشاية ضروري ضروري ده كان الفيديو بتاع النهاردة شوفكم على الفخير سلام عليكم